من بين قضايا أساسية مهيمة على المشهد الدولي حضر اليمن على طاولة وزراء خارجية الدول الصناعية السابعة الذي انعقد بمدينة لوك الإيطالية حضور أبقاه في سياق الرؤية ذاتها التي ركزت أكثر ما ركزت على أولوية مكافحة جميع أشكال الإرهاب كما جاء في بيان الوزراء السابعة الوزراء حرصوا بشأن اليمن على تحقيق سلام دائم باعتباره أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها وإزالة المساحة التي تستهر فيها المنظمات الإرهابية ودعوا في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى المشاركة البناءة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إعادة وقف الأعمال العدائية وإعادة المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاق تسوية شامل موقف يرى المراقبون أنه لم يصل إلى حتى حريك الجمود في الملف السياسي ولن يؤثر في المدى القريب على الأقل في الخطط التي باتت شبهة مؤكدة والرامية إلى تحقيق إنجاز عسكري في الساحر الغربي من البلاد بعد أن تم إعلان الحديدة منطقة عسكرية يُعز ذلك ربما إلى النقاش الذي أجراه وزراء الدول الصناعية حول القضايا الشائكة في المنطقة مع عدد من وزراء الخارجية المعنيين على رأسهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تحركات القيادة السياسية اليمنية في الرياض كانت أنشط هذه المرة باتجاه مجلس التعاون الخليجي تم ذلك عبر اللقاءين أجراهما أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني مع كل من رئيس الجمهورية عبدربو منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر الأولويات الاقتصادية على ما يبدو كانت هي الحاضرة في كلا اللقاءين وفي مجمل النقاشات التي دارت خلالهما على نحو ما أبان عنه على الأقل البيان الرسمي الصادر عن اجتماع الزياني برئيس الوزراء الجمود ليس سياسيا فقط فالوتيرة البطيئة للتحركات العسكرية تشير إلى الحال ذات من الرتابة وإن كان على إقاع المدافع وأزيز الطائرات